وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات وتقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره والتفضيل قد يتعلق بمحيط للرسول صلى الله عليه وسلم قبيلة أو أمة أو أمما في جميع الأجيال أو يتعلق بمزايا له أو لها وذكر النص اثنين موسى كليم الله وعيسى بن مريم عليه السلام منسوبا إلى أمه والحكمة في هذا واضحة فقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة حول بنوته لله سبحانه ولذلك كان هذا التوكيد الدائم على بشرية عيسى عليه السلام وذكره منسوبا إلى أمه مريم وأيده بروح القدس جبريل عليه السلام حامل الوحي إلى الرسل وأعطاه البينات التي تشمل الإنجيل الذي نزله عليه والخوارق التي أجراها على يديه لمواجهة بني إسرائيل ولم يذكر محمد صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب موجه إليه في الآية السابقة والآية إخبار له عن غيره منهم ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم في القمة العليا من مقاماتهم في شمول الرسالة وكليتها ومحيطها وامتدادها والإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة وحدة الخالق الذي ليس كمثله شيء وحدة الإرادة التي يصدر عنها الوجود كله بكلمتكن وحدة الوجود الصادر عن تلك الإرادة وحدة الناموس الذي يحكم هذا الوجود وحدة الحياة من الخلية الساذجة إلى الإنسان الناطق وحدة البشرية من آدم عليه السلام إلى آخر أبنائه في الأرض وحدة الدين من الله الواحد إلى البشرية الواحدة وحدة جماعة الرسل المبلغة لهذه الدعوة وحدة المنهج الذي شرعه الله للناس وحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصوراتهم ومنهجهم في الحياة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة من يوم مبعثه إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها والذي اعتمدت رسالته على الإدراك الواعي من غير ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة وكان هو خاتم الرسل وكانت رسالته خاتمة الرسالات وانقطع الوحي بعده ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد واقتتل أتباع الرسل ولم يخالف هذا الاقتتال مشيئة الله فما يقع في هذا الكون ما يخالف مشيئته أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع وظائف البشر فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادات ليكون الاختلاف فيها وسيلة للتكامل ولكن وصل الاختلاف إلى اختلاف كفر وإيمان فتعين القتال لدفع الناس بعضهم ببعض بدفع الكفر بالإيمان والضلال بالهدى والشر بالخير كان المشركون في مكة يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وكان اليهود في المدينة يزعمون أنهم على دين موسى والنصارى يزعمون أنهم على دين عيسى ولكن كل فرقة منهم انحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين من العرب وعلى وشك مقاتلة الكفار من أهل الكتاب فجاء النص يقرر أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة هو من مشيئة الله ولكنه شاء قتالهم ليدفع الكفر بالإيمان ومشيئة الله مطلقة ومعها القدرة الفاعلة وهذه الحقيقة التي قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال بنداء الذين آمنوا ودعوتهم إلى الإنفاق مما رزقهم الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون إنها الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه فهو الذي أعطى وهو الذي يدعو إلى الإنفاق مما أعطى وهي فرصة لو فوتوها لجاءهم اليوم الآخر الذي ليس فيه بيع مربح ولا صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة التقصير ويدعوهم الله إلى الإنفاق للجهاد لدفع الكفر والظلم المتمثل في هذا الكفر فالكفار ظلموا الحق فأنكروه وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك وظلموا الناس فصدوهم عن الهدى وفتنوهم عن الإيمان بهذه المناسبة تجيء آية تتضمن قواعد التصور الإيماني وتذكر من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية فهذه الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي فعن هذا التصور ينشأ الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة فلا يكون إنسان عبدا إلا لله ولا يتجه بالعبادة إلا لله وعن هذا التصور تنشأ قاعدة الحاكمية لله وحده فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ويجيء تشريع البشر مستمدا من شريعة الله والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخر ومن ثم يتفرض الله سبحانه بالحياة على هذا المعنى وهي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المحددة البدء والنهاية فالله ليس كمثله شيء أما صفة القيوم فتعني قيامه على كل موجود فالتصور الإسلامي يقوم على أساس أن الله سبحانه قائم على كل شيء وأن كل شيء قائم في وجوده على إرادة الله وتدبيره ونفي السنة الخفيفة أو النوم المستغرق عن الله سبحانه توكيد لقيامه سبحانه على كل شيء وقيام كل شيء به وهو توكيد في صورة تعبيرية تقرب للإدراك البشري صورة القيام الدائم كما تعبر في الوقت نفسه عن الحقيقة الواقعة من مخالفة الله سبحانه لكل شيء ليس كمثله شيء وله الملكية المطلقة الشاملة لكل ما في السماوات والأرض فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء إنما كان لهم استخلاف من المالك الواحد الأصلي وصفة أخرى من صفات الله توضح مقام الألوهية وموقف العبودية فالعبيد جميعا يقفون في حضرة الألوهية موقفا لا يتجاوزونه موقف الخاشع الخاضع لا يقدم بين يدي ربه ولا يجرؤ على الشفاعة عنده إلا بعد أن يؤذن له وهذه هي النصاعة التي يتميز بها التصور الإسلامي فلا تدع مجالا لتلبيس أو وهم فالألوهية ألوهية والعبودية عبودية ولا مجال لالتقاء طبيعتهما أدنى التقاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذه الحقيقة تساهم في تعريف المسلم بإلهه فالله يعلم ما يحيط بالناس وهو تعبير عن العلم الشامل لكل ما حولهم زمانا ومكانا وحضورا وغيبا أما هم فلا يعلمون شيئا إلا ما يأذن لهم الله بعلمه وأول ما شاء الله إحاطتهم به هو المعرفة مذ أراد الله إسناد الخلافة في الأرض إلى آدم وزوى عنهم أسرارا كثيرة وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق فالكرسي يستغدم عادة في معنى الملك فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه وهذه هي الحقيقة الذهنية ولكن الصورة من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن وكذلك التعبير بقوله ولا يؤوده حفظهما فهو كناية عن القدرة الكامنة ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة صورة عدام الجهد والكلال وتأتي خاتمة الصفات في الآية تقرر حقيقة وتفرده بالعلو والعظمة فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر فلم يقل وهو علي عظيم ليثبت الصفة مجرد إثبات وبعد إضاح قواعد التصور الإيماني في أدق جوانبها وبيان صفة الله يأتي إضاح طريق المؤمنين في الدعوة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إن قضية العقيدة كما جاء بها هذا الدين قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليست قضية إكراه وغصب وإجبار والإسلام لا يواجه الحس البشرية بالقوة والإكراه ليعتنقه تحت تأثير التهديد والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع جاء الإسلام يعلن هذا المبدأ العظيم الكبير لا إكراه في الدين وفيه يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه وهذه هي أخص خصائص التحرر الإنساني التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب متعسفة ونظم مذلة إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان والإسلام ينادي بأن لا إكراه في الدين ويبين لأصحابه أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه وتهديه إلى الطريق وتبين حقيقة الإيمان والكفر فالإيمان هو الرشد الذي على الإنسان أن يحرص عليه والكفر هو الغي الذي يجب عليه أن ينفر منه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لن فصام لها والله سميع عليم إن الكفر يجب أن يوجه إلى الطاغوت الذي يستحق الكفر وإن الإيمان يجب أن يتجه إلى الله الجدير به فمن يكفر بهذا الطغيان بكل صوره ويؤمن بالله وحده فقد نجا نجاة متمثلة بالاستمساك بالعروة الوثقة والله يسمع منطق الألسنة ويعلم مكنون القلوب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم يأتي مشهد حسي متحرق لطريق الهدى وطريق الضلال يصور كيف يأخذ الله ولي الذين آمنوا بأيديهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور ويأخذ الطواغيت أولياء الذين كفروا بأيدي الذين كفروا فيخرجونهم من النور إلى الظلمات وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة فالإيمان نور واحد يهدي إلى طريق واحد يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره وتشرق به روحه فتشف وتصفو وتضيء ما حولها ويكشف حقائق الأشياء والقيم والتصورات فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش وبغير لبس فيأخذ منها ما يشاء والكفر ظلمات متعددة متنوعة ظلمة الهوى والتيه والطغيان ظلمات شتى تتجمع كلها عند الشروض عن طريق الله والاحتكام لغير منهج الله والعاقبة اللائقة بأصحاب الظلمات هي ظلمات النار وإذ لم يهتدوا بالنور فليخلدوا إذا في النار وقبل أن نخرج من هذه الآية أقول كلمة عن قاعدة لا إكراه في الدين مع وجود فرضية الجهاد في الإسلام وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فبعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف في الوقت الذي قرر فيه أن لا إكراه في الدين وبعضهم يتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة فيحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويوهم المسلمين أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة بهذه الأداة والفريقان يعملان في حقل حرب الإسلام وتحريف منهجه كي يأمنوا بعاث هذه الروح بعد أن ألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة تقتضي الجهاد إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد ومن ثم فلا داعي للجهاد لقد انطضى الإسلام السيف وجاهد لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن لغايات أخرى تقتضي الجهاد جاهد ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها أشد من الاعتداء على الحياة نفسها وما زال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية وما زال الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين وجاهد الإسلام لتقرير حرية الدعوة وإيصالها إلى أسماع الناس فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين ومن هذه الحواجز نظم طاغية تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وما يزال هذا الهدف قائما وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام وتصام فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام وتحفظ فيه حقوق كل مواطن أيا كانت عقيدته ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام إنما هو البلاغ جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويحميه ومن حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر ليعلن نظامه الرفيع في الأرض ثم يدعو الناس في ظله أحرارا في عقائدهم لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار وكذلك أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار ولم يحمل الإسلام السيف ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر الإسلام بالسيف على هذا المعنى إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعا ويعيشون في إطاره وإن لم يعتنقوا عقيدته لا بد للإسلام من نظام ومن قوة وجهاد فهذه طبيعته التي لا يقوم بدونها إسلام يعيش ويقود فلا إكراه في الدين نعم ولكن يستعد المسلمون لمحاربة من لا يقبلون بوجود الإسلام وإقامة منهجه في الأرض